انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب كان فارسا يركب على الخيل بغير سرج ولا لجام السلام عليكم ورحمة الله النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن خلق عظيم من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قليل جدا لما بتسمع حد بتكلم عنه كتير بتسمع عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم زي الحلم والكرم والعفو والتواضع وغيرها من الاخلاق الكتيرة للنبي صلى الله عليه وسلم لكن قليل لما بتسمع عن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وانت ما تعرفش ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اشجع الناس دعواته فقط دعواته الوحدة تدل على شجاعته صلى الله عليه وسلم فما بالك حروبه صلى الله عليه وسلم وقتاله وصبري على المهالك وصبري على المخاطر وصبري على كيد اعدائه النبي صلى الله عليه وسلم كان اشجع الناس فإذا أردت أن تضرب المثل بالشجاعة فعليك برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أذكر لك بعض أمثلة تبين شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم بداية كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله والناس جميعا في ذلك الوقت كانوا أعداء له كل الناس كانوا في بداية الإسلام أعداء له إلا من أسلم أو كان يظهر المودة للنبي صلى الله عليه وسلم لكن باخ العالم كله كانوا اعداء للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يمكرون به ويريدون قتله ويريدون حبسه ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى الله ويظهر الدعوة الى الله وما خاف وما تراجع ابدا صلى الله عليه وسلم ثبت صلى الله عليه وسلم على الدعوة الى الله بلغ ما أمره الله به وبلغ ما أنزل عليه كما أمره الله إذا دي شجاعة ولا من الشجاعة أخرج من بلده قتل أصحابه أوذي يعني بكل أنواع الإذاء ومع ذلك ثبت صلى الله عليه وسلم ده نوع من أنواع الشجاعة خد بقى الشجاعة اللي أنت عايزة بقى بتاعة القتال والحروب والحاجات دي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلي يعني بيضرب بالمثل في الشجاعة رضي الله عنه قال كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس اختبأنا خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم شوف الصحابة الأكارم الأفاضل الشجعان لما يكونوا في المعركة الشديدة والرقاب بتتطاير يختبئوا خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنى كده أن النبي هو بيكون أول واحد في مقابلة الأعداء يبقى في شجاعة أكتر من كده أن عظماء الصحابة الأكابر دول اللي هم أشجع الناس كانوا يختبئوا خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لما تشتد المعركة ويحمى الوطيس لذا بيدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أشجع الناس في غزوة حنين النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي بعد فتح مكة ومعاه ألوف من الناس من الصحابة اللي كانوا معاه ومن العتقاء ومن الذين دخلوا في الإسلام المؤلفة قلوبهم فكان معاه ناس كتير جدا وهو ماشي اتعامل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كمين مجموعة بقى من الناس اللي فروا من قريش مع قابلة هوازن مع غيرهم من كفار العرب فجأة كده والنبي ماشي وهو الصحابة كان بعض الصحابة بيقول لن نهزم اليوم من قلة احنا عددنا كتير ومشان نتهزم فجأة لقوا اللي هجم من هنا واللي هجم من هنا ففر الناس حتى انه لم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر التخديرات الا ميت واحد ليه الصدمة شديدة وعامل المفاجأة اثر فيهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر قط فشوف شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في موقف عظيم زي ده في موقف شديد ومع هول المفاجأة ينادي بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم ويقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطالب بأعلى صوته ويضرب دابته صلى الله عليه وسلم يضرب البغلة التي كان يركب عليها تجاه العدو وكان العباس رضي الله عنه كان يمسك بخطام الدابة بخطام البغلة حتى لا تدخل في صفوف العدو شوف القوة والشجاعة ده النبي صلى الله عليه وسلم هو خلي بالك المراد من القصة دي كلها يعني هم لو عرفوا يحددوا مكان النبي صلى الله عليه وسلم لطارت السهم كلها نحو النبي صلى الله عليه وسلم ولن طلق الفرسان والمقاتلون كلهم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو المراد لانه لو النبي صلى الله عليه وسلم قتل بذلك يعني ستكون صدمة المسلمين صدمة عظيمة وفي اعتقادهم ان بكده يكون الدين انتهى ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر ولم يختبئ خلف احد بل نادى بأعلى صوته ليعلم المشركين مكانه في شجاع اكتر من كده في شجاع اكتر من كده إنه في مقابل هذا حياته صلى الله عليه وسلم وقال للعباس نادي على اصحاب السمرة اصحاب الشجرة الذين بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم ونادي على أصحاب سورة البقرة ونادي على المهاجرين ونادي على الأنصار وأخذ ينادي عليهم العباس ويقولون لبيك يا رسول الله وعادوا جميعا ووقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصرهم الله وتبارك وتعالى تبخذ عندك المثل ده النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم تحت شجرة والصحابة نايمين بعيد عن النبي بعد عودتهم من غزوة فجير أجل من المشركين أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وهدد النبي بالقتل قال يا محمد من يمنعك مني شوف بقى انت الموقف ده لو انت واقف وعدوك ماسك السيف بتاعك وهيقتلك ليه محالة وما فيش حد يحميك ولا حد يدفع عنك قال يا محمد من يمنعك مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثبات وشجاعة ويقين في الله قال الله فأعادها الرجل مرة ثانية يا محمد من يمنعك مني قال الله وفي التالتة كده قال النبي صلى الله عليه وسلم الله فسقط السيف من يد الرجل واخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال الان من يمنعك مني انت بقى من يمنعك مني فقال يا محمد كن خير ااخذ سبحان الله جاي دلوقتي تقول يا محمد كن خير ااخذ ما انت من شوها كنت هتأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله قال لا لكن اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم إنه مش هيقاتل النبي ولا يعين على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وعافى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بل هديك مثل كمان يوريك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان فارسا من أعظم الفرسان مش مجرد بقى شجاع ويقاتل لا ده كان فارس كان فارسا يركب على الخيل بغير سرج ولا لجام لما يركب على الحصان والحصان معلوش سرج ولا الجام ويجري به بسرعة شديدة اعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان فارسا عظيما في مرة الصحابة سمعوا صوتا شديدا في المدينة ففازعوا خرجوا ليروا هذا الصوت فوجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مقبل من مكان الصوت شوف الشجاعة يعني هم لما بدأوا يقوموا ويروحوا تجاه الصوت لأوا النبي جاي من اتجاه الصوت اخذ فرصا عريا يعني ليس عليه لجام ولا سرج وطار به صلى الله عليه وسلم الى مكان الصوت ليرى ما الخبر وبعدين رجع النبي صلى الله عليه وسلم فطمأن الصحابة وقال لا بأس فقد وجدته بحرا يعني قال وجدت هذا الفرص بحرا يعني سريعا شايف الشجاعة ان يخرج لوحده صلى الله عليه وسلم تلقاء هذا الصوت بدون ما يستعين بحد من الصحابة بدون ما يستنى حد ويركم الفرص بدون لجام وبدون سرج وينطلق صلى الله عليه وسلم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان اشجع الناس ولا لا فاذا اردت ان تتكلم عن الشجاعة فعليك برسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم كتيرة ومليئة في السيرة والسنن انت بس لازم تكون واثق في نبيك ولازم تبقى عارف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشوفكم في الحلقة القادمة وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وياريت لايك وشير والسلام عليكم ورحمة الله